السلام عليكم اهلا وستهلا بكم في قناة يوميات صومة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد هنعمل ان شاء الله مع بعض النهاردة جلاش باللحمة المفرومة او جلاش باللحمة المعصج هنبتدي نقول المقذير بتاعتنا النهاردة اول حاجة المقذير بتاعتنا عبارة عن لفة جلاش وعبارة عن لحمة معصج وكمان سمنة هنبتدي كده ندهن الصينية بتاعتنا سمنة نتوسط كده في السمنة في ارضية الصينية علشان تبقى الارضية بتاعت الجلاش كده جميلة كده وبتخرفش كده وتبقى جميلة زي ما انتم شايفين هنبتدي بقى ان احنا نحط طبقتين من الجلاش عادي جدا لو الجلاش اتكسر معاك كل دوت هندريه وهيتتاوب معنى اصح لما نيجي نسقيه زي ما انتم شايفين كده هنبتدي ما بين كل ورقتين ندهن دهنة سمنة حلوة كده علشان يبقى الجلاش بتاعنا مورق وجميل اي زيادات من على القطي دي نتنيها الجوه وما فاش اي مشكلة واي حاجات مكسرة فرفيت يعني نحطها جوه العجين برضو هتتدارة ومش هتبقى بينها خالص زي ما انتم شايفين عادي جدا بيتقطع معايا هوت لان هو مش صابح هو طالع من الفريزر فعادي جدا ان هو يعمل كده اهو ودي الورقة التانية وندهن دهنة كده من السمنة بلاش خالص يا جماعة ان احنا نحط زيت الجلاش ما يحبش الزيت ابدا الزيت هيغير طعمه وهيخلي طعمه وحش خالص وبالنسبة اللحم المعصك زي ما انتم شايفين هوت معانا اه حطينا اخر اخر ورقتين طبعا انا عداهم اه نص نص الورقة من هنا ونص الورقة من هنا اه رمية الطرف من هنا والطرف من هنا وبعد كده حطيت اللحمة زي ما انتم شايفين كده وهبتدي ان انا وزعها كويس ونحط نسبة لحمة مناسبة اه ولا تبقى كتير قوي علشان ما تبقاش كده مليانة كده في الجلاشة وتبقى مش حلوة ولا تبقى برضو طبقة خفيفة بحس ان احنا ما نعرفش ما نبقاش عارفين ان احنا ايه نلاقي الطعم فين يعني لا تبقى نسبة كده مناسبة ولا ولا كتيرة ولا قليلة ونوزع كده كويس عشان ما تبقاش حتة وحتة حتة فضية وحتة مليانة ونقفل كده الطرفين زي ما انتم شايفين بالشكل ده ونحط كمان ورقة بقت كده ورقتين اهو بالشكل ده واحنا قفلنا كده من الجنبين علشان خاطر اللحمة بتاعتنا ما تنجفش ونبتدي برضو ندهن سامنا بالنسبة اللحمة المعصتاج انا بعمله في البيت يا جماعة من الالف للياء يعني انا بجيب لحمة كاملة كده وبفرومها في البيت وان شاء الله هوريه لكم انا بعمله ازاي من اول ما بيكون قطعة لحمة كبيرة كده على بعضها لغاية لما يبقى عصتاج معنا ان شاء الله هبقى اعمله لكم ونزل لكم بفيديو قريب ان شاء الله وزي ما انتو شايفين بقى هنكمل باقي الجلاش بالطريقة دي ورقتين وندهم ونتني الاطراف اي اطراف زيادة نتنيها ما فيهاش اي مشكلة وبالنسبة للصينية الصينية دي يا جماعة انتو عارفين اللي الصواني ديت بتبقى ثلاث مقاسات ديت اكبر مقاس فيهم وكده زي ما انتو شايفين خلاص الرابط الصينية بتاعت الجلاش تكمل الورقة الاخيرة اللي احنا هنسيبها للوش يا جماعة ياريت ما تكونش مكسرة ولا فيها حاجة مرفيتة لان ديت هتبقى الوجهة بتاعت الصينية بتاعتنا فبلاش نخليها كده فيها اي شكل مش لطيف يعني اهو بالشكل ده نتني ونجيب الفرشة وندهن ودهني يا جماعة كمية كويسة عشان التوريقة تطلع معاك مزبوطة اهو بالشكل ده واخر ورقة هنبتدي اهو اي اطراف نحطها في الاجناب او نحطها جوه عادي خلاص مش ببان والصينية كده اه خلصناها رص زي ما انتو شايفين كده هنبتدي بقى نيجي لللي احنا هنسيبه معانا كوباية من الشربة اه مج كده وهمان من اللبن وبضاية هنبتدي ان احنا نحط كله على بعضه البيض على اللبن على الشربة عليهم اه معلقة كده من الملح اه او الملح اللي ينسبك ورشة كده من الفلفل اللاصمر زي ما انتو شايفين كده ونبتدي نقعد زي ما انتو شايفين كده نجيب بقى شوكة والافضر شوكة لان المعلقة مش هتخليه اه اه يختلته مع بعض كويس اه ونضرب بقى كله في بعضه كده كويس جدا علشان الفلفل اللاصمر يتوزع والملح يتوزع كويس وانا بحط يا جماعة السائل بتاعي ده قبل ما دخل صنية الجلاش الفرن وانتو شفتوا شكلها وهتشوفوا شكلها في الاخر اهو ونقلب كده الصنية زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده علشان اي مكن ما ناشف ما وصلوش الخريط بتاعنا يقدر اللي هو يوصله بسهولة بالشكل ده شايفين كده تقلبي رايح جاي رايح جاي بالشكل ده انا عايزة واريكم شكلها اهو قبل ما نقطعها انا عايزها بالشكل دوت وبعد كده نبتدي كده باي سكينة عندنا ونقطعها نقسمها كده بالعرض اه اربع صفوف زي ما انتو شايفين اهو بالشكل ده قطعي على مهلك علشان خاطر شكل الصنية ما يبصش زي ما انتو شايفين انا بقطع اه يعني اه تقريبا اللي اربع صفوف قد بعض بالزبط وبعد كده زي ما انتو شايفين كده هقسمها بالطول اه تلات صفوف يعني قسمنا بالعرض اربع وبالطول تلاتة وبرضو التقسيمة اللي انت تحب تعمليها عمليها بس هي دي المناسبة للصنية بتاعتي وبعد كده هدخلها الفرن هتقعد في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 بمجرد ما الجناب بتاعتي تبقى لونها دهبي هروح مشغلة الشواية هتطلع بقى بالمنزر جميل دوت طبعا تحفة طرية جدا 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 عاملة زي ما قلتلكم زي الفطير المشالتت كأنها فطير والله مورقة خالص جميلة جدا وطرية جدا هنبتدي بقى نقطعها هنمشي بس بالسكينة على التقطيع اللي احنا مقطعينها طبعا انتو شايفين ان هي خلاص متحددة فبس همشي بالسكينة على الاماكن اللي انا محددها قبل كده ودلوقتي هطلع لكم قطعة هوت علشان تشوفوا شكلها جميل ازاي زي ما انتو شايفين كده طبعا سخنة جدا لاستخرجة من الفرن حالا شايفين بقى الحشوة جميلة فيها ازاي وطرية ازاي ومورقة جدا شايفين تحفة يا جماعة جربوها ان شاء الله هتعجبكو جدا ولو عجبكو الفيديو بقى بتاعنا النهاردة ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وهستنى بقى تعليقكم الجميل تقولي ايه رأيكم في الجلاج باللحمة المفرومة بتاعنا النهاردة ويا رب يعجبكو ان شاء الله وتجربوه وان شاء الله قريب جدا هصور لكم الفيديو بتاع اللحمة المعصج واخر حاجة بقى هقولها لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته